في الحكام الحكام أنفت ما عندهاش لياقة بدنية الكرة بتتلعب على خطة 18 للخص من ناحية تانية والحكم لسه في نص الملعب يا جماعة ما ينفعش والله وحيات ربنا وطوله عندنا دوري جامد دوري جامد لازم بالتحكيم لازم التصوير إلى حد ما تحسن أحسن عندما احنا عاوزين أحسن من كده انا بقولك حسن المنتج بتاعك عشان نشتروه وديكو شفت بسم الله ما شاء الله دورة السعودية بقى في حتة تانية 42 دولة مشترية لدوري السعودي آه عشان فيه نجوم آه بس انت قبل كده كان عندك نجوم كتير قوي وعندك كل ما يخطر على بالك في الدور المصري من جمهور وي 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 والعقيبة وكل حاجة وكان الدور منتظم وكان العالم كله بتفرج على الدور المصري الدور المصري احنا كنا نتعرفنا من الدور العربية والدور الافريقية انما دلوقتي لا احنا لازم نحسن من منطج بتاعنا لازم نحسن من أداء المدربين اطلع خل اللعيبة المدربين تطلع تعمل انت عايش بره شوف ايه الجديد في عالم الكورة شوف ايه الخطط يعني انا بتكلم مع كذا المدرب بقوله انت وليه ما عندكش راس حربة قالنا مش حد يلعب براس حربة اشوف جوروديولا بيلعب ازاي انت مالك من جوروديولا جوروديولا ده مدرب عالمي وعنده اللعيبة اللي بتنفذ الكلام اللي هو عايزه بدون راس حربة انما انت ما عندكش ما احترامي للعيبة اللعيب المصري برضو فكره داخل الصندوق بيش خارج الصندوق مفيش حد بيبتكر مفيش حد بيبتكر فيه لعيبة كويسة قوي 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 انما مفيش حد بيبتكر عشان كده انا بقول للتحاد وكره اهتموا مع الاندية مع المسابقات المسابقات هي اللي بتفرز يا جماعة المسابقات هي اللي بتفرز لعيب كويس من لعيب وحش من لعب ندرجو له حنان سنينة 19 سنة وكرامي ده لعب 16 سنة وكابتن زيزو لعب 16 سنة طب انت عاوزين ايه كابتن فاروق عفر لعبه هو صغير والخواجه لعبه هو صغير والله يرحمه كان حسن مختار فيه لعيبة مهما اقول لكم واعد لكم عدد اللاعبين لعبة هي 17 سنة احنا لسا اللعيب بيجيبها 24 سنة ونقول له انت هتلعب راس حربة في الحتة دي لا ما ينفعش على اتحاد الكورة جيب المدير الفني وقول له ايه طلباتك اللي احنا نعملها مع الاندية او نعملها مع المسابقة بتاعة الناشئيين اللي هي تفرز لك تفرز